السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني كيرا ندر آخر أخبار محترفين المغربة ديونا والآداء اللي قدموا كل من الجوهر آمينية مع اللاعب برشلونة اللي قدموا بارة خرافية وكذلك يوسف النصيري وغن هدروا الأشرف حاكمي الليكي حقه أو انتصار في الدوري الفرنسي وكذلك توناء تولوز كل من يانيس بقراوي وكذلك زكري أبو خلال وغن هدروا على نصر مزراوي الليكي واصل رسمية دياله وكذلك ندروا على آمين عدلي وتمثيل دياله المنتخب المغربي بدلا من منتخب الفرنسي غن بدأوا مع الجوهر آمين يامال اللي قدموا بارة هيتش كوكية أمام فارق فيلاريال اللي انتهت بربعات الأهداف مقابل ثلاثة الفارق برشلونة بعدما كانوا متقدمين في النتيجة بهدفة للسفر تعادلوا فارق فيلاريال ثم في الشوط الثاني كذلك فيلاريال تقدموا في النتيجة وكما شفنا فارق برشلونة ولو عادلوا الناتجة وكذلك رابحوا في المباراة واربعات الأهداف مقابل ثلاثة أمين يامال ما شاء الله تبارك الله الجوهرة قديمة بقوة للكورة العالمية وكذلك للكورة المغربية كنت من هنا بصراحة يمثل المنتخب المغربي مستقبل يعني كما قلنا كتفرج فيه كتستمتع كتحس باللي أيامات ميسي رجعت من اللي كان ميسي صغير فارق برشلونة يعني بصراحة لعب كتحس به كيستمتع ما كيلعبش كورت قادم يعني كانش محدود اليوم كان بإمكانه يسجل كان قيل تلاعب لي بديفاعات نادي فيلاريا الكيمة يا شاء ما شاء الله تبارك اللي عود دينبيلي أحسن تعود صفر يورو كيمة شفنا دينبيلي اللي بغاش يكدس فارق برشلونة عوده أمين يامال بأحسن طريقة وفارق برشلونة عندهم جوهرة قادمة بقوة إن شاء الله وكنتمنى بلو إن شاء الله يبقى غادفة المستوى هذه ودكارك في تصريح ديله بالليغة الآن كانستمتع في المباراة وتقييم ديل أمين يامال فضل المباراة كان هو 8.5 وخضر رجل المباراة كيمة شفنا من الليغة وكذلك كيمة شفنا أمين يامال غايكون عنده مستوى بالنسبة ليوسف النصيري الخسر الثالثة على التوالي مع فارق وإشبيليا واللي خسروا المباراة أمام فارق جيرونا بهدفين مقابل هدفين بعد راح يلبونه الغارق الموبيل لفارق إشبيليا وتقييم ديل يوسف النصيري كان هو 6.4 بالنسبة للنصير مزراوي كواصل التقلق ديوله مع فارق وبير ميونخ الألماني ويربحوا بثلاثة الأهداف مقابل هدف واحد النصير مزراوي كسبت قادية المدربة الألماني توماس طوخيل وكنت منه لو ان شاء الله يبقى غادي فترة لتمه هذا النصير مزراوي كأساسي بعد منطق للفرنسي بنجا من مافار إلى نادي انتر ميلانو الإيطالي يعني المركز بقى فارق داير الأيمل النصير مزراوي وكنت منه لو ان شاء الله تعلق في هذا المنصي بهذا مع فارق وبير وتقييم ديله في المبارك كان هو 7.8 وخرج في الدقيقة 7 ندوزه بعض أشرف حاكمي اللاعب دينا المغربي في باريسان جيرمان اللي ربحوا البارح بثلاثة الأهداف مقابل هدف واحد بتاع ما تعطر في الجولة الأولى والجولة الثانية بتاع هدول يعني في هذا الجولة هذي كيربحوا بعد ما رجع كيليان مبام بيلعب كأساسي لسجل جوجة الأهداف البارح وهذا كاديك أسونسيو الإسباني لسجل هدف وتقييم ديل أشرف حاكمي كان هو 6.9 بالنسبة لتوناء تولوز كل من زكري أبو خلال ويا نيس بقراوي كيتلقاوا اليوم خسارة بعد ما ربحوا في الجولة الأولى وتعالوا في الجولة الثانية مع باريسان جيرمان كيتلقاوا خسارة اليوم وكنتمنى من شاء الله يعودوا في الجولة القديمة بالنسبة لأمين عدلي وتمثيل دياله المنتخب المغربي بدلا من المنتخب الفرنسي هذي الشي اللي تكروه وسائل إعلام ألمانية وكذلك قانت بين سبورة الإخبارية كما كانت منه إن شاء الله يمثل المنتخب المغربي لاعب سريع جدا يعني كيلعب برجل يومنا ورجل يوسرا كانت منه لكن غيمثل المنتخب المغربي واش غايستدعي ودرق رياجي لمعسكر المنتخب المقبل في المباراة أمام ليبيريا هاتشي اللي غانشوفو إن شاء الله في الأيام القادمة غانشوفو اللائحة ديالوالد الرجالي وغاش يكون حاضر في أمين عدلي أم لا اشتركوا في القناة